اهلا بكم اعزائي الكرام اليوم سوف نتحدث عن موضوع لطالما كان من اهم المغريات التي يقدمها الفقهاء والمجاهدين لتحريض الشباب المسلم على قتال الاعداء في جهاد الطلب او الدفاع عن الاسلام من كل ما يمكن المساس به من سوء او مضايقة الا وهو الفوز بحور العين بين قوسين نساء الجنة لا يوجد اي اغراء من هذا النوع في اي ديانة حديثة غير الاسلام فمنذ بدء الخليقة وفكرة التواب والعقاب بعد الموت موجودة في ادهان البشر كجواب عن مصير الانسان بعد موته وقد ذكر القرآن العديد من الايات يتحدث فيها عن حسن وجمال حور العين منها دخان 54 طور 20 الرحمن 72 الواقع 22 وغيرها من الايات التي تصف الجنة من بساتين غناء تجري من تحتها الانهار وانهار مداقها من لبن لا يتغير طعامه وخمر لديد وعسل مصفى وفيها قصور من لؤلؤ وزمرد وياقوت وفواكه كثيرة من طمار النخيل وأعناب ورمان يلبس الفائزون فيها ملابسا من حرير وسندس واستبرق متكئين على فرش رفرف مرفوعة وصرور من الآرائك مصفوفة ويحلون فيها بأساوير من فضة وذهب ولؤلؤ يطوف عليهم غلمان مخلدون بأكواب وأباريقة وكؤوس لسقي أهل الجنة من خمرة لدت للشاربين وفواكه مما يتخيرون ولحم الطير مما يشاهون نعيم في نعيم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا إلا سلاما سلاما كل هذه النعم الحسية لا تشوبها شائبة ولا يعيبها نقصان في جود تمتع بهذه النعم لا يحلو لأصحاب الجنة سوى الفكاهة والمرح صحبة نساء الجنة بين قوسين حور العين كما جاء في صورة ياسين الآية 55 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وحول معنى في شغل فاكهون يقول معظم المفسرين كالطبري وابن كتير عن مجاهد وابن عباس وابن مسعود وغيرهم شغلهم افتضاد الأبكار وهذا التفسير ليس ببعيد عما جاء في صورة الواقعة إن أنشأناهن إن شاءا جعلناهن أبكارا عربا أطرابا فالمتعة الجنسية تأتي على رأس قائمة النعم التي يفوز بها أصحاب الجنة جزاءا بما كانوا يعملون كما جاء في صورة الواقعة الآية 24 فهذه الأوصاف جاءت في القرآن لتنهي جدلية عدم الخروج عما قدمه هؤلاء المفسرون بأن عملهن هي الترفيه والتسلية وإشباع شهوات أصحاب الجنة بعفة وطهار ونقاء عبر عنها الوحي الإسلامي بي فيهن قاصرات الطرف لم يطمطهن إنس قبلهم ولا جان الآية 56 من صورة الرحمن وطمث هنا بمعنى دنس ولهن نواهد متساوية عبر عنها بكواعب أطرابا في صورة النبأ الآية 33 جمع كهعب وهي التي برز تذيها وارتفع كما جاء في مجمل اللغة وهذا المعنى يذكرنا بإحدى الحلقات التي تحددت فيها عن أصل كلمة كعبة وعلاقتها بعبادة العرب لآلهة كعبو والدة الإله دو الشيرة كبير آلهة الأنباط وهي صاحبة الصدر الكبير كرمز للخصوبة والجمال وقد تحدث عنها الأسقف القبرصي إبفانوس السلاميسي في القرن الرابع الميلادي في كتابه باناريون وعبادة آلهة الخصب عادة ما كانت تقام على ممارسة الجنس المقدس كشكل من أشكال طقوس الخصوبة إلا أن الجنس المقدس في جنة الإسلام هو فقط للترفيه والترويح وليس للخصوبة والتكاثر ولا تعتبر طقوس الخصوبة في الوتنية كنوع من أنواع الدعارة لأنها لا تتطلب في معظمها مبلغا ماديا لقاء هذه الخدمة الجنسية ويخبرنا المؤرخ هيرودت في القرن الخامس قبل الميلاد عن هذه الطقوس التي كانت منتشرة في جميع أنحاء الشرق الأدنى تقريبا فالعرب في تقديسهم للإلهة كعب أو اللات كانوا يقومون بتقوس وتنية لتقديس إلهة الخصب اللات والموروط الإسلامي على سبيل المثال في صحيح مسلم يخبرنا عن ابن عباس بوجود طقس طواف العراه قبل الإسلام وكذلك قال الإمام النووي وأيضا ما جاء على لسان أبي بكر من شتمه لأحد الأعداء بقوله أمصص بدر اللات فهذه الروايات قد تكون صدى لعبادة آلهة الخصب عند العرب في زمن بعيد قبل أن تحاربها الديانة المسيحية فالجنس المقدس كان شائعا في العصور القديمة إلى أن قام الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول في القرن الرابع الميلادي بالتصدي لمثل هذه الطقوس وإغلاق معابد الإلهة فينوس وآلهة أخرى كما يخبرنا الأسقف يوسيبيوس القيصري كما عرف السوماريون مثل هذه الطقوس في معابد الإلهة إنانا أو عشتار وإنانا تعني ملكة الجنة ومن بين هذه المعابد المخصصة للإلهة إنانا معبد يانا ويعني بيت السماء وهذا الموروط الميطولوجي ترك بصمته كما يبدو على وصف الجنة في الإسلام كذلك الفنيقيون في عبادتهم وتقديسهم لإلهة عشتاروت التي أدانها التوراة مرارا كما جاء في صفر التثنية الإصحاح 12 العدد 3 إلى 4 واللاويين 26 العدد الأول وصفر أخبار الأيام الثاني الإصحاح 31 العدد الأول ومثل هذه الطقوس كانت عند القدماء اليونانيين في معابد الإلهة أفروديت وكذلك الإلهة فينوس عند الرومان فكانت مدينة أوروك ونيناوة وبابل وقبرص وكورونتوس وسيقلية وغيرها من المدن التي عرفت هذا النوع من العبادات وقد عرض عالم الأنتروبولوجيا الإسكتلندي جيمس فريزر في كتابه الغصن الدهبي دلائل وإشارات لوجود هذه الممارسات التعبدية في العصور القديمة كانت الكاهنات لهذه المعابد من العضارة الشابات الجميلات وهن من عائلات بارزة في المجتمع القديم خلافا لما يشاع عنهن حيث قيل إنهن يتيمات وضعنا في معابد إلهة الخصب والجمال لخدمتها على العكس تماما كانت الكاهنات لإلهة الخصب يحضينا باحترام شديد من المجتمع وإعجاب ونفود يجعل منهن قويات يسعد المرء بسعادتهن ويشقى بغضبهن فتقام لهن نصب تذكارية كالكاهنة الإسبانية خونية وهذا النصب يعود لسنة سبعين ميلادية والكاهنة الرومانية إغناتيا بروكولا التي تزوجها الإمبراطور أنتونينوس بيوس والكاهنة جوليا هلياس توفيت سنة مئة أستاء أربعين ميلادية وغيرهن ففي تقوس عبادة آلهة الخصب يقمنا هؤلاء الكاهنات بإعادة تمثيل أساطير مغامرات الإلهة كأسطورة عشتار مع حبيبها الراعي تموز أو دموزي على سبيل المثال وتتقمص الكاهنة المختارة دور الإلهة بعد تقديم دبائح أو تراتيل وبخور للإلهة فتدخل في اتصال روحي مع الإلهة لتقوم بتقوس جنسية منفردة أو مع أحد الحاضرين في المعبد قد يكون الإمبراطور نفسه تختاره من بينهم وهكذا ينال الشعب كل بركات الإلهة من خصب في الرزق والدرية خلاصة الحلقة منذ العصور الغابرة والعرب يقدسون آلهة الخصب ككعب أو اللات لارتباطهم بقطعان الماشية وحياة البداوة وبقي الجنس المقدس في موروثهم الثقافي والديني رغم محاولة الكنيسة القضاء على مثل هذه العقائد الوتنية فجاء القرآن ليعيد هذه التقافة في حل جديدة كمكافأة لأهل الجنة من الدكور على ما فعلوه في الدنيا نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر